اشتركوا في القناة دولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم واستذكر سموه في هذا اليوم الأغر بمشاعر ملؤها الفخر والعزة ما تحقق للمملكة من إنجازات حضارية في مختلف المجالات ومن توجهات جعلت التطوير والتنمية في مختلف القطاعات هدفا لكافة الأولويات والبرامج بما يحقق تطلعات أبناء الوطن باعتبارهم ركنا أساسيا في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته أيده الله ورعاه بكل حكمة وأكد سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية أن فريق البحرين يمضي قدما في عملية البناء والتنمية واستدامتها مستلهما من جلالة الملك المفدى العزم والإيرادة واضعا توجيهات جلالته السامية مرتكزا أساسيا نحو التطوير بروح وطنية جامعة مفعمة بحب الإنجاز والتميز كما استذكر سموه في هذا اليوم شهداء الواجب الذين قدموا أروع صور التضحية في الدفاع عن وطنهم وأمتهم في ساحات الشرف والفداء وخلدت ذكراهم العطرة في صورة تعكس أسمى معاني الوفاء لمن أعطى وقدم في سبيل وطنه وأمته سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد على جلالة الملك المفدى هذه المناسبة العزيزة أعواما عديدة وهو ينعم بدوام الصحة والعافية مجددا سموه لجلالته العهد والولاء لمواصلة المسيرة المباركة والعمل دوما وفق رؤى جلالته لتحقيق كل ما فيه الخير للمملكة وأبنائها وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعرب جلالته فيها عن بالغ الشكر ووافر التقدير على تهاني سموه بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية معبرا جلالة الملك المفدى عن عظيم اعتزازه وتقديره لما يحققه سموه من إنجازات مشهودة ومشرفة ولما يبذله من جهد متواصل في كافة المجالات من أجل تحقيق ما يصب إليه المواطنون من طموحات وتطلعات تنووية وبما يعود بالخير والبركات والنماء على الجميع بإذن الله تعالى متمنيا جلالته لسموه موفور الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر